لكيب السلام عليكم سعيد بلقائكم وأسعد بالحديث مع وجهكم بطيبة المهم اليوم معنا هاتف جديد في سلسلة سامسونج جالاكسي اي وهو ال اي 51 الذي دخل مؤخرا إلى الأسواق الجزائرية كان أصدر منذ حوالي شهر إلى شهر ونسب ولكن على كل حال يبقى هذا الهاتف جديد في الأسواق يحتاج إلى تحليل لأن المستخدمين بصدد لقائه في السوق سواء السوق الجزائرية أو الأسواق العربية والغربية كليا هذا الهاتف يحمل مواصفات يحمل عيوب يحمل مميزات والتصميم جديد سنحللها كلها ونتعرف عليها في هذا الفيديو لذا تابعوا معي حتى النياية ما تنسوش دائما وكالعادة كما عودتمونا ضغط زر اللايك الموجود أسفل هذا الفيديو وهذا يعتبر أقل شيء بإمكان متابعي ومحبي قناة أمني تقديمه لنا المهم ما نطولش عليكم مشاهدة طيبة كبداية حديثنا عن تصميم الموبايل حيث لدينا التصميم مختلف كليا في الجهة الخلفية لدينا الآن الكاميرات شابهة بالام 30 اس حيث هي على شكل مستطيل بشكل عمودي يحمل أربع كاميرات مع فلاش ولا نجد مستشعر البصمة حيث أن مستشعر البصمة بصري يعني كالإصدار السابق مدمج تحت الشاشة وهذه المرة لدينا تلك الأشكال الهندسية على ألوان ظهر الهاتف يعني بشكل كامل أما من الجهة الأمامية فتم تخلي عن نوتش قطرة الماء ولكن هذه المرة لدينا نوتش على شكل ثقب أعلى وسط الشاشة لدينا حواف خفيفة يعني وزن الجوال متوسط سنرى على كل حال في المميزات والعيوب ولكن لدينا منفذ سماعات 3.5 ملماتر بلوتوث جيل الخامس ولدينا الـ FM راديو ننتقل الآن إلى شاشة الجوال التي هي من نوع سوبر أمولاد بحجم 6.5 إنش دقة FHD بلاس مع كثبة بيكسلات قدرها 405 بي بي آي تأخذ هذه الشاشة من الواجهة 87.4% وهي مساحة لا بأس بها ورائعة وعلى كل حال الشاشة تقدم مميزات رائعة وجميلة في عرض الصور ولكنها لا تحمل تقنيات متقدمة يعني التي نراها في الجوالات عالية السعر على كلها ننتقل الآن إلى أداء الموبايل نبدأ أولا مع النظام الذي هو أندرويد 10 مع وجهة وين يو آي الإصدار الثاني التابعة لشركة سانتون لدينا معالج جديد ليس متطور كثيرا ولكنه جديد هو الأكزينوس 9611 بدل 9610 هو ثماني الأنوياب ترد 2.3 جيجاهرت مع معالج رسومية مالي جي 72 أم بي ثلاثة لدينا الرامات لدينا 4 أو 6 جيجابايت مساحة ذاكرة التخزين الداخلية لدينا 64 أو 128 جيجابايت يعني لدينا نسخة 2 يدعم وضع بطاقة ذاكرة خارجية مايكرو اس دي حقق على الانتوتو في أول فحص له حوالي 142 ألف نقطة وبعد تحديث وصل إلى الموبايل حققت قريبا 168 ألف نقطة وهو تنقيض متوصل أما عن الكاميرا فلدينا أربع كاميرات كما قلنا الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل في الجهة الخلفية فتحت العدسة 2.0 حجم البيكسل و 6.8 ماكرون كما يمكنها تصوير فيديوهات 4K وتصوير البطئة 120 إطار في الثانية فقط ولكن بدقة FHD كلها تدعم تقنيات الدكاء الإصطناعي الكاميرا الثانوية بدقة 12 ميجابيكسل تصوير بزاوية عريضة 123 درجة الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابيكسل فتحت عدسة 2.4 وهي ماكرو كاميرا أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 5 ميجابيكسل فتحت عدسة 2.2 وهو مستشعى العمق للصور البورترية نعود الآن إلى كاميرا السيلفي التي هي بدقة 38 ميجابيكسل فتحت عدسة 2.2 حجم بيكسل قدره 7.8 ماكرون تدعم HDR وتصوير فيديوهات FHD أما عن بطارية الموبايل فهي بسعة 4000 ميلا أمبير خير قابلة للنزعة طبعا تشحن عن طريق منفذ USB Type-C مع شحن سريع باستطاعة 18 واب لا يدعم الشحن اللاسلكي ولا يدعم الشحن العكسي عن سعر الموبايل فهو تقريبا 310 دولار أمريكي في السعودية 1160 ريال وفي مصر هو 4950 جنيه أما في الجزائر فهي تقريبا 55000 دينار جزائري يعني هذا السعر المتوقع حسب سعر الدولار ولكنه دخل أسواق الجزائرية بين 57000 حتى 58000 دينار جزائري المحطة الثانية من الفيديو وهي ما هي الفروقات بين الجالاكسي الجالاكسي A50 نتحدث عن A50 فهي النسخة القديمة وهي بوزن أخف قدره 166 غرام وأيضا تأتي بشاشة أصغر حجمها 6.4 إنش كما أنها تشغل مساحة أقل التي هي تقريبا 85% وذلك بسبب وجود ذلك النوت الخفيف وأيضا يشتغل A50 على معالج في الإصدار الأقدم الذي قلت لكم عنه وهو الإكزينوس 9610 كما يحمل ثلاث كاميرات بدون الكاميرا الرابعة التي هي ماكرو كاميرا والأساسية هي بدقة 24 ميجابيكسل والثانوية هي بدقة 8 ميجابيكسل التي هي للتصوير بزاوية عريضة أما الكاميرا الثالثة التي هي لصور البورترية فهي نفسها على الهاتفة كما يأتي الـ A50 مع كاميرا سيلفي بدقة 25 ميجابيكسل وهذه هي كل الفروقات أو هذا ما عملت سامسون على تطويره من الـ A50 إلى الـ A51 ولدينا حقيقة فرق كبير جدا في سعر الموبايل ننتقل الآن إلى مميزات وعيوب هذا الموبايل ونبدأ مع العيوب لدينا حماية غوريلا غلاس الجيل الثالث هي جيدة ولكنها قديمة الطراز وغير كافية في هاته الطبقة السعرية لا توجد مميزات إضافية على شاشة الموبايل المعالج ضعيف مقارنة بسعر الجوال نرى معالجات في هاته الطبقة السعرية تحقق نتائج أكبر بكثير فوق الـ 220 ألف على أنتو تتصل حتى يعني 280-290 ألف أما عن الكاميرات الخلفية فالدينا غياب تقنيات التثبيت البصرية وتقنيات متقدمة ليس لدينا تصوير بطيء مع إطارات عالية أما عن الشحن السريع فيمكن إعتباره جيد ولكني أجده غير كافي خصوصا لما أدفع هذا السعر فأتوقع شيء جديد في سنة 2020 الجسم أيضا ليس من التصميم العالي لما تلمس الهاتف تشعر أن الموبايل ليس من الطبقة العالية أما عن مميزات الموبايل لدينا شاشة عالية الجودة سوبر أمولاد بالحجم الكبير والشاشة تعطينا مساحة كافية من الاستخدام يدعم الهاتف وضع مايكرو استي حتى 1 ترابايت لدينا منثثة السمعات الكاميرا الأساسية تقدم صور لا بأس بها لدينا أيضا مستشعر بصمة بصري وهي ميزة إضافية بطارية كبيرة وكافية مع نظام استخدام محادث يعطيني تقنيات الحفاظ على البطارية الكافية أما عن وزن الجوال فهو 172 غرام وسمكه 7.9 ميليمتر وجدته جيد والإضافة الأخيرة هي النوتش الصغير أو الثقب على الشاشة الذي وفر لنا المساحة الكافية من الاستخدام كانت هذه المميزات وكانت هذه العيوب لا تنسى دائما إن كانت أول مرة تشاهد أمني على اليوتيوب اشترك في القناة وللجميع فعلوا زر الجرس تفعيل زر الجرس سيوصلكم بجديد فيديوهاتنا حتى ندردش دائما جديد الهواتف التحليلات المميزات العروض الرائعة يلا دمتم في راهة الله وسلام عليكم